اشتركوا في القناة الفترة اللي فاتت كل الناس كتعملها تتكلم بس احنا الحمد لله اثبتنا للعبة رجالة والعبة كلها على قد المسؤولية الحمد لله فضل من عند ربنا حبكم ورليك ده رمضان لا طبعا انا بحب اشكرهم يعني ودي سكة كبيرة قوي ميدناني وانا ان شاء الله الفترة اللي جاية يعني المستوى الفترة فاتت نزل ان شاء الله الفترة اللي جاية باحس ايه دي كورة انت عنده كم سنة عايز مستوىك ايه بتتكلم عن المستوى انت بتتكلم عن المستوى كنت في المنتخب اللي هم بتقريبا وجاب جنيم الحمد لله الحمد لله مهيب يعني عايزك تركز في الكورة ومتبصش للناس والجمهور ان شاء الله مبروك الله مستمرين معاكو عزام شاهدين مع النجوم مع النادي الاهلي طبعا بعد طيب نروح سريعا برضو ميدو عايز اقول حاجة بس الاول نروح سريعا الكابتن احمد فتحي ومهيب عبدالهادي تفضل امهيب طبعا انا ضد اللي مهيب يعمل اللي مهيب عمله انه استضيف رمضان صبح بعد المباراة فرأي انه هو غلط كبير جدا من مهيب ده رأي اقولك ليه في كل حتة في العالم في احترام ما بين المنافسين النيمار لما تلاعب لعيب اتلتكو بالباو اسبانيا كلها هزقته صحيح حازم ولا لا اسبانيا كلها هزقته بلا استثناء بما فيهم لعيب برشورونة ولعيب برشورونة قالوا انه هما لا يقبلوا بمثل هذه التصرفات لانه في احترام للمنافس بس المهيب مهيب دور اعلام لا 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 مهيب طلع قبلها المعكب تنزيزو قال ان ده بيحصل في كل حتة في العالم وعادي بتاع انا بقولك يا مهيب الكلام ده ما بيحصلش في كل حتة عادي لا هو في نقطة كمان في حاجة هو رمضان صبح قبل كده عتزق عن الحركة دي يعني معنى ذلك يا حركة اساء دي اساء نمنا اتنين مش المفروض انه هرده مع احترام لان انا في الاخر بالنسبة لان رمضان صبح لعيب صغار في السن وانا ضد ان انا اتباح لعيب صغار في السن لكن في رأيي ان ان احنا نطلع من مباراة النهاردة نقول ان الحركة دي عادية ده في رأيي فيه لا طبعا مش عادية حركة مش عادية انا اعزى اكد كلام ميدو واحمد طبعا خروج رمضان صبحي بقرار من كابتن زيزو ده خروج مش فني طبعا طبعا حتى لو كاتزيزو بيقول بعديها ان ده بيحصل لا هو طالما الحركة مش فنية فيها اداء سكل او مهارة او فيها تكنيك معين في كرة القدم مقبول بس طالما بتعبر بالحركة دي باسلوب سخرية مرفوض هو في حاجة مرفوض كابتن زكريا رمضان صبحي قبل بس بحك التعاح بعد ازنا في حاجة بس رمضان صبحي من الناس اللي انا بحبها جدا وطوله عمري بقول بشيد برمضان صبحي ان هو هيكون واحد من افضل لعيب مصر وعلى فكرة رمضان صبحي على اتصال ده انبية يا رمضان صاحب الشخص وبياخد نصيحتي وبتكلم معاه رغم ان هو العيب في الاهلي لكن انا دايما بس ده موقف مرفوض انا بعشاء العيب في الاهلي لا هو كمان الهدف هو تقويم رمضان هو طالما عتزى عنها قبل كده يا كابتن زكريا كمان طالما عتزى يعني في الماتش اللي قبل كده هو طلع واعتزى وقال انا بعتزى ان هي فعلا انا ممكن سوء او اساءة مني طبعا هو ال كان موجود في الوقت ده يعني ذلك ان هو هنا قصد الاساءة اعترف بالخطر لا وحصل رد فعلي غير طبيعي وانا ضد على فكرة حزم امام ان هو ينزل بقى عبر طبعا حزم امام برضو يجب ان يعاقب انا هكلم بقى على رجل زمالكا وجه هو نادي الزمالك زي ما حزم امام كان كابتن الزمالك انت عليك مسئوليات انت النهاردة بتمثل نادي الزمالك ماينفعش ان انت تنزل بالملعب تجري سبريند لان انا ما هترامل منلعبش في الشارع فحزم امام تصرفه غلط تصرفه غلط وفي رأيي تصرفه اكبر من رمضان صبحي لان كان لازم يتم التعاون مع رمضان صبحي من اللعبة اللي موجودة في الملعب من لعبة الزمالك لكن ماينفعش ان احنا نطلع بعد المباراة نقول زي ما مهيب بيقول ان ما فيش حاجة ودي حاجة بتحسن كنا بالعالم لا كنا مش مزبوط انا معاكم اليوم في المية نروح سريعا دي برضو المشكلة اهي طيب يعني كمان احنا عملنا بوايا مشهر شكل كويس بلعبوا وبوايا كويسة يساءلين كمان هو لازم يعني ما احترام طبعا عن الكلام اللي تقال كله لازم في حد جديد في الاهلي يقول له عيب كده لان مش هو احرف عيب جيفي النادي الاهلي مثلا رمضان صبحي ولا افتاحي ان انا لقي فيه احرف منه بكتير جهد ولعب عامة مططقتة منه بكتير جدا وكسبة الزمالك كتير جدا لكن ما فيش حد تجاوز على بالطريقة دي قبل كده طب احنا ممكن نعرف الموقف اللي فات حصل فيها كابتن واي هو الموقف اللي فات طبعا رمضان يتعاقب وتعاقب ماديا كتير بس رد الفعل انا شايف الجمهور عامل رمضان به هو اللي خلاها يعمل كده الموقف ده تاني يعني رمضان لو كانت وقف في النادي ساعتها اقاف فني اقاف عن المشاركة في المباريات كان حسب قيمة الغلط انا وجهة نظري ان اللعيبة بتاخد فلوس بتاخد فلوس كتير الموضوع ده مهما تخسم له هتخسم له اكتر لعيب كان بتخسم له تخسم له متين الف جنيه متين وخمسين الف جنيه عادي بياخد ملايين فمش هتفرق معايا انا شايف الاستبعاد فني وحصل اكتر من موقف في النادي كان لازم يبقى في استبعاد فني للعيبة من المباريات هو ده اللي مساح على الجمهور النادي الاهلي وهي دي المواقف اللي بتأثر لعيب الكورة اكتر حاجة تحرقها كابتن سيف انه مايلعبش انه اتعاقب بس معاقبة انك انت انا عندي لعيبة كتير يا احمد هتقولي انا ما عنديش لعيبة لأ مش قصدي مش قصدي ده احترافيا مش صح معاقبة لعيبة فنية لان ان انت كده بتأزي الفئي بس لحاجات لحبة بس لحاجات لحاجات السوليتية ماشي هتدعيب يا جماعة الزماك كان بكسب الاهلي club سنين طويلة عمرنا مشوفنا بوتريكس بيوافع الكورة ولا عمرنا شوفنا براقبة ليوافع الكورة ولا عمرنا شوفنا باركة بيوافع الكورة والزمان كتبه عمره لما كان بكسب حازم امام فيه وقت الملاقية تلات سنين بيكسبوا الاهلي وبيكسبوا بطلاطه عمرنا تنين عميده ماشي فنية الحزن ما نبعفش هو فكرة